السلام عليكم أعزائي طلبة طالبات الصف الأول المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب الدرسات الإسلامية قسم الحديث واليوم مع الدرس الثالث في الوحدة الثانية وهو بعنوان شكر الله باحترام النعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه الراوي هو سيدنا أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وسبق تعريف التعريف به في الدرس الثاني ومعنى كلمة عاب أي ذم وقدح في الشيء قط أي أبدا مصطلحات الشكر هو الاعتراف بنعم الله والثناء عليه بها والاستعانى بها على طاعته جل وعلا من معاني الحديث وإرشاداته واحد تأمل فيما حولك واذكر بعض نعم الله تعالى عليك من نعم الله وأهم هذه النعم التي وهبنا الله إياها نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وهي من أهم النعم التي أعطانا الله إياها أيضا من نعم الله علينا نعمة الصحة أيضا من نعم الله علينا نعمة الأمن والأمان وهذه نعمة كبيرة إذن هذه بعض نعم الله تعالى علينا وهناك نعم كثيرة أنعم الله بها علينا غير ذلك نعمة الطعام نعمة الشراب نعم كثيرة خارجية وداخلية إثمان إن شكر الله تعالى على هذه النعم يزيدها ويبقيها وعدم شكره يزيلها ويفنيها يدل لذلك قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدين ثلاثة من إرشادات الحديث شكر الله تعالى على نعمه تقطدي أولا أن تعترف بقلبك أن كل النعم من الله تعالى باء أن تشكر الله تعالى بلسانك على هذه النعم جيم أن تستخدم هذه النعم فيما يرضي الله تعالى ويحبه أربعة ذم الطعام إهانة له وكفر للنعمة وفيه إذاء لمن صنع الطعام وأما تركك الطعام إذا كرهته من غير عيب له فجائز إذن ذم الطعام هذا إهانة له وكفر للنعمة وفيه إذاء للصانع أما إذا كرهته ولم تعيبه فهذا جاء خمسة من الأداب المستحبة إذا قدم لك أحد طعاما تشتهيه أن تأكل منه ما يكفيك وأن تظهر السرور والفرح به وأن تثني خيرا على من صنعه وجهزه لك التطبيقات السلوكية التي نستفيدها من هذا الدرس أن أشكر الله على سلامة أعضائي فلا أستخدمها في معصيته وحافظ على العبادة شكرا لله على نعمه علي وأثني على طعام أهل بيتي والطعام الذي لا أشتهيه أتركه ولا أعيبه انتقل بعد ذلك إلى التقويم والسؤال الأول كيف تشكر الله على النعم الآتية البصر والسمع واليد والرجل نشكر الله تعالى على هذه النعم بحفظ هذه الجوارح أولا باستخدامها في طاعة الله وحفظها عن ما حرم الله تعالى وهذا كلام فيه تفصيل فمثلا نعمة البصر كيف أشكر الله عليها أن أنظر بها إلى المصحف ولا أنظر بها إلى ما حرم الله إذن البصر نستخدمه في النظر إلى المصحف والتدبر في مخلوقات الله عز وجل أما بالنسبة للسمع فأيضا نستخدمه في الاستماع إلى الذكر والقرآن الكريم ونبعد عن سماع الأغاني والمعازف أما اليد فأيضا لها استخدامات أن أستخدمها فيما يرضي الله كالصدقة أو مساعدة الآخرين وأبعدها عن المحرمات مثل الصرقة وغيرها والرجل أستخدمها في طاعة الله كالمشي إلى المساجد وغير ذلك وزيارة المرضى وغير ذلك إذن الشكر عن طريق نعمة الرجل بالذهاب إلى المساجد وإلى زيارة المرضى إذن أستخدم الرجل بكيف أشكر الله على نعمة الرجل أو القدم التي أعطاني إياها بكثرة المشي إلى المساجد وزيارة المرضى السؤال الثاني الطعام من نعم الله علينا فما واجبنا اتجاه هذه النعمة واجبنا أن نحافظ على هذه النعمة وذلك يكون بالشكر إذن احترام هذه النعمة والمحافظة عليها بشكر لله عليها وعدم الإسراف والتبذير بها السؤال الثالث اذكر ثلاثة من أداب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام هناك أداب كثيرة لهذه صلى الله عليه وسلم في الطعام منها التسمية قبل الأكل الأكل باليد اليمنى طبعا الأكل مما يال الشخص وحمد الله بعد الفراغ من الطعام إذن هذه بعض الأداب أداب أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام التسمية قبل الأكل الأكل مما يال المسلم الحمد بعد الأكل الحمد لله أو قول الحمد لله بعد الأكل السؤال الرابع ما المفاسد المترتبة على عيب الطعام المفاسد المترتبة على عيب الطعام أولا فيه إهانة للنعمة وعدم شكر لله وإيذاء لمن صنع الطعام هذه بعض المفاسد المترتبة على عيب الطعام إهانة للنعمة لله وعدم شكر لله وإيذاء لمن صنع الطعام وكذلك أيضا يمكن إضافة انتشار البغض بين الأشخاص هكذا أعزائي نكون قد نهينا الدرس الفالس ألقاكم بإذن الله تعالى مع الدرس الرابع أحب الأعمال إلى الله لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا